وحول كل ما يحصل الآن ينضم إلينا من بيروت دكتور توفيق شومان المحلل السياسي نرحب بك معنا دكتور دكتور توفيق عندما يستقيل وزير خارجية بحجم نصيف حتي مرجعا تفاصيل أو أسباب للسقالة لما قال أنه غياب الإرادة ومحذر من فشل لبنان كيف يقرأ هذا وكيف يتوقع أصداؤه؟ يعني أنا أعتقد في البداية سيدتي بأن الدكتور نصيف حتي جاء في الوقت الخطأ إلى وزارة الخارجية منذ البداية أنا أعتقد بأنها شخصية مثل دبلوماسية وعريقة في علميتها وفي دراساتها الأكاديمية أعتقد بأنه جاء في الموسم الخطأ على أي حال الشرح الذي قدمه اليوم أن أعتقده لو كان بالعنوان الأساسي هو شرح وعنوان صحيحان بمعنى أنه حذر من أن يتحول لبنان إلى دولة فاشلة وأظن بأن تجربته خلال الأشهر الستة الماضية من عمر هذه الحكومة كانت صفرا على مستوى الأداء الحكومي لغاية الآن لم يشهد اللبنانيون أي فعل باتجاه الإصلاح أو باتجاه الإنقاذ لذلك أعتقد بأنه رمى الحجرة الأخيرة في مياه راكدة ولكن هناك أيضا مجموعة من الأسباب التي أدت إلى استقالة وزير الخارجية الأولى ما له علاقة بما نصب إلى رئيس الحكومة حسان دياب من كلام غير دبلوماسي تم استخدامه واللجوء إليه عند مزارة وزير الخارجية الفرنسية في الأسبوع الماضي لبنان وقال له الدكتور حسان دياب بحسب ما نقل عنه بأن معلوماته خطأ عن لبنان وتم تصنيف مثل هذا الكلام بأنه يندرش في سياق لقات غير دبلوماسية هذه نقطة أولى النقطة الثانية أيضا ما له علاقة بالخلافات الناشبة بين وزير الخارجية وبين رئيس الطيارة الوطنية الحر ووزير الخارجية السابق السيد جبران باسيل بحيث أن مستشاري الوزير باسيل يحيطون بوزير الخارجية المستقبل الحالي سيد نصيف حتي وبالتالي لم يتم السماح له بتعيين أي مستشار له أو على الأقل إجراء بعض المناقلات الدبلوماسية وكان هناك خلاف أيضا حول تعيين سفير للبنان جديد في العاصمة الأمريكية واشنطن زائد أيضا ما له علاقة بأنه وصل إلى قناعة حقيقة بأن أداء الحكومة الحالية لن يوصل لبنان إلى شاطئ الأمان كل هذه العوامل وغيرها أيضا من العوامل التي ربما قد تكون أقل شأنا دفعته إلى الاستقالة ولكن أنا أعتقد هناك سببين أساسيين الأداء الحكومي الفاشل وبالتالي خلافه مع وزير الخارجية السابق جبران باسيل طيب دكتور توفيق البحث الآن عن بديل يبدو أنه بحث سريع جدا لماذا؟ لأن حقيقة هذه الحكومة هي بدون أقدام وبدون أرجل يعني قبل استقالة وزير الخارجية كان هناك معلومات مؤكدة بأن أكثر من وزير ووزيرة داخل الحكومة يمكن أن يقدموا استقالاتهم أعتقد بأن التأخير في تعيين وزير خارجية بديل قد يدفع وزراء آخرين أيضا إلى تقديم الاستقالة زائد صعوبة إعادة تشكيل حكومة بديلة ولكن يجري الحديث الآن عن تعديل حكومي وبالتالي قد تكون استقالة الدكتور حسان دياب قد تشكل بابا أو مدخلا لتعديل حكومي قد يطال بين الأربع وخمس وزراء وهذا الحديث صحيح بأنه يجري ربما في الأروقة المغلقة ولكن أكثر من وزير وأكثر من وزيرة كما قلت قبل قليل وأنا من الوزراء الذين أصرحوا لي بأنه قد يقدموا استقالاتهم في رحلة ما أو أنهم تخلوا عن تقديم هذه الاستقالات في اللحظة الأخيرة فإذن القوى السياسية الفاعلة والتي تقف وراء هذه الحكومة قد ترى في استقالة وزير الخارجية بابا أو قد تجد بابا لتعديل وزاري يطال بعض الوزراء وربما من ضمن هذه الوزرات وزيرة الدفاع وزيرة العدل وزير البيئة ووزير التربية أيضا شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات والمعلومات كذلك دكتور توفيق شومان المحلل السياسي كنت معنا من بيروت شكرا دكتور موسيقى شكرا